نهد بالرغم ممن يجحد الله ربي وما حد وأنا بذلك أشهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حث على العلم وحذر من الجهل فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يرويه عنه عبد الله ابن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس وفي لفظ من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم وفي لفظ حتى إذا لم يبق عالماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا وفي لفظ اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هذا الحديث الكريم الشريف وأحاديثه صلى الله عليه وسلم كلها شريفة كريمة لأنها خرجت من أشرف فم عرفه الوجود من فم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا وسلم تسليما كثيرا هذا الحديث أيها الأحبة الكرام فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بطريقة قبض العلم لا كما يظن البعض أو بعض الناس أن العلم يقبض بقبضه من صدور أهل العلم أو بانتزاعه انتزاعا لا وإنما يقبض بقبضهم بموتهم فإذا مات عالم تلو عالم تلو عالم وجد الناس أنفسهم ولا عالم ثم يفتيهم في أمورهم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يقبضه من قلوب أو صدور العلماء ولكن يقبض العلماء بقبض العلماء نعم موت العالم مصيبة كبرى ولكن ما الذي يحدث بعد ذلك يا رسول الله حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا رؤوسا فارغة من العلم لا علم عندهم ولم يتعصلوا مجموعة من المهرجين يتكلمون بلا أصول يتكلمون في أمور عظيمة جدا بلا أي أصول ولا أي قواعد لا علم عندهم لم يدرسوا العلم ولم يفقهوه نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ومع ذلك لم يتورعوا أن يقولوا لا نعلم أو لم يتورعوا عن قولهم نعلم بل قالوا نعلم وهم لا يعلمون قالوا نعلم وهم في حقيقة أمرهم لا يعلمون شيئا وراحوا يفطون الناس بغير علم ولو أنهم سئلوا فقالوا لا نعلم أو الله أعلم لا ندري لكان خيرا لهم وللناس لكنهم أبوا إلا أن يتكلموا في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم النتيجة فضلوا وأضلوا اتغذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم أنا قدمت بهذا الحديث لأننا بلا شك نحيا هذا الزمان أقوام يتكلمون في دين الله سبحانه وتعالى بلا علم بل بقمة الجهل والجهل في الحقيقة أيها الأحبة الكرام يؤدي إلى الضلال والإضلال كما رأينا ما هو معنا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا إذا نتيجة الجهل الضلال والإضلال بل نتيجة الجهل القتل القتل نعم روى أبو داود في سننه وكذا الترمذي بسند حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجهوا في رأسه فنام فاحتلم فقال لأصحابه حين أصبح هل تجدون لي رخصة في التيمم الرجل جرح شج في رأسه ولا يستطيع أن يغتسل بالماء يشك هذا عليه وربما أدى ذلك إلى ضرر عظيم فيقول لهم هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا لا يعني لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال ألا سألوا إذ لم يعلموا هذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإنما شفاء العي السؤال العي هنا الجهل وأصله عدم الفصاحة في الكلام الرجل يتكلم كأنما يلد الكلمة ولادة يعاني ما تعانيه الأم حين ولادتها يعاني في إخراج الكلمة نسأل الله سبحانه وتعالى العفة والعافية ولكن المراد بالعي هنا المراد به ماذا المراد به الجهل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال أهل العلم كما قال صاحب القلم السيال والسحر الحلال العلامة بن القيم عليه سحائب الرحمة وشآبيب المغفرة قال جعل الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال أهل العلم فليتنا نتعلم من ذلك أقول هذا الكلام نعم لأننا صرنا في زمن التهريج صرنا في زمن الفوضى العلمية صرنا في زمن يتصدر من ليس أهلا للتصدر ورحمة الله على الخطيب البغدادي إذ يقول صار الناس يستفتون اليوم بالشكل لا بالفضل وإذا كان هذا الكلام كلام الخطيب في زمانه فكيف بزماننا نحن أمس لا أقول سمعت منذ سنة أمس على إحدى القنوات الفضائية جئ برجل معمم لا أذكر اسمه لأنني في الحقيقة ما أردت تشهيرا وما أردت هدم شخص وإنما أردت تصحيح المفاهيم وإن كان ذكر الأسماء لا شيء فيه بل يكون مطلوبا أحيانا بل يتعين ويجب أحيانا لكني الآن في غنى عن ذكر الاسم لأنني أريد أن أصحح بعض المفاهيم التي يعني توضع للناس وأمام أعين الناس لكي يتعلموها ولكي يعني يستقبلوها وهي في الحقيقة معلومات مغلوطة وليست بصحيحة معلومات تناطح الكتاب وتناطح السنة يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بكتابه وصنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على إحدى القنوات الفضائية أمس جاء بمعمم من المعممين وكانت الحلقة عن الدجاجلة أمر طيب قاتل الله الدجاجلة الدجاجلة والمنجمين وووى إلى آخره كلام جميل أن يأتي إنسان ليهدم هذه الأمور وهذه التخريفات وهذه الشعوذة والدجل ويحذر الناس منها لكن أن يخلط الحق بالباطل وأن يعالج الخطأ بخطأ هذا هو المرفوض قطعا كوننا ننكر على الدجاجلة دجلهم وعلى المنجمين خرافاتهم أمر حسن أمر حسن لا يشك في ذلك عاقل ولكن أن نخلط الأوراق وأن ننكر الحق في طيات هذا الكلام هذا هو الذي ليس بمكبول ففوجئت وهذا الرجل ليست هذه أول حادثة له بل له كلام كثير جدا لعلي أقوم بعرضه لحضراتكم فوجئت أنه ينكر أحاديث في البخاري ومسلم ويعني الحديث جرى أن الكلام تكلموا أيضا عن سحر النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صحر هذا عند أهل السنة جميعا حق والحديث في أعلى درجات الصحة في أصح كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى الحديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وغيرهما في غيرهما يعني مش في البخاري ومسلم بس لا ذا رواه أئمة الإسلام واستقبلوا هذا الحديث بالقبول ولم يردوه بل بدعوا من رده وقرأ في فتح الباري ماذا قال الإمام ابن حجر عن من رد هذا الحديث وكيف نقل عن العلماء ردهم على المبتدعة الذين ردوا هذا الحديث فرد هذا الحديث شأن المبتدعة قديمة وشأن المبتدعة حديثا والله يقاعدة خلاص يعني ابن حجر العسقلاني ينقل في فتح الباري شرح صحيح البخاري ينقل تبديع من رد هذا الحديث وينقل أقوال العلماء ينقل أقوال العلماء الذين بدعوا من رد هذا الحديث ولم يقبله حديث سحر النبي أنا سأذكر لكم نص الحديث الآن وهنسكر رواية الإمام البخاري وإن كان البخاري رواه في أكثر من موضع رحمة الله عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني رجلاني فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل ما وجع الرجل فقال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن الأعصم قال في أي شيء قال في مشت ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر قال وأين هو قال في بئر ذروان فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفلا أستخرجه قال قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شر فأمر بها فضفنت هذا الحديث له عدة روايات في الصحيحين طبعا مثلا في قوله مثلا في قوله أحدهما عند رأسي أو فأتاني رجلان في رواية أتاني ملكان طب نوفق إزاي نعم أي ملكان جاءني ملكان في صورة رجلين في صورة رجلين كما كان جبريل يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه أتاني والملكان هنا هو جبريل وميكائيل كما في رواية أخرى أحدهما عند رأسه هو جبريل والآخر عند رجليه هو ميكائيل فقال أحدهما لصاحبه في رواية أن الذي عند رأسه هو الذي قال للذي عند رجله قوله مطبوب قال ما وجع الرجل قال مطبوب مطبوب أي مسحور طبه أي سحره قال ومن طبه أي ومن سحره قال لبيض بن الأعصم هذا الرجل كان يهوديا لكنه أظهر الإسلام وهو منافق لم يكن مسلما على وجه الحقيقة هو منافق من المنافقين وكان حليفا لليهود يعني لو كانش من اليهود صلبا فهو كان حليفا لليهود على حسب الروايات طبعا وفق بين الروايات هو كان منافقا أي كان يهوديا أظهر الإسلام وأضمر الكفرة لم يكن في الحقيقة مؤمنا طيب الحديث في صحي البخاري وفي غيره طبعا يعني لو في ألفاظ في مشت ومشاطة المشت المعروف يعني بنسرح به يترجل به المرء والمشاطة الشعر اللي متعلق بالمشت أخذ هذا وجعل نفث فيه لبيض بن الأعصم وصحر النبي صلى الله عليه وسلم ووضع هذا السحر عند بئر يقال لها بئر ذروان عند نخلة نخل ذكر طبعا نحن نعلم أن النخلة منهما هو ذكر ومنهما هو أنسة وتحدث عملية التلقيح بين النخل كما هو معلوم الحديث هذا حديث عظيم جدا في رواية اللي كان يخيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله ولم يفعله في الرواية الأخرى كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولم يأتي أهله لأن مسألة الجماع كان يخيل إليه أنه أتى أهله وفي الحقيقة لم يأتي أهله تأثير السحر هنا كان على كواه الجسمية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا علاقة بالتأثير على الوحي لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه سبحانه وتعالى وسحر النبي صلى الله عليه وسلم مرض من الأمراض والمرض جائز على الأنبياء المرض جائز على الأنبياء بل في وقوع المرض على الأنبياء والرسل حكم كثيرة جدا فيه رفعة في درجات النبي فيه تعليم ماذا يصنع المريض لأن تعلمنا من هذا الحديث ما الذي يحدث لأن في روايات أن جبريل رقى النبي عليه الصلاة والسلام فتعلمنا الرقية وكيف نرقي مرضانا إذن دا الحديث ذا كان نافعا جدا أولا النبي صلى الله عليه وسلم سحر هو من جملة الإيذاء الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الأذى التي وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا ومع ذلك لم يصده شيء من ذلك عن الاستمرارية في الدعوة يعني ما فيش من الأذى الذي وقع عليه جعل النبي صلى الله عليه وسلم يترك الدعوة ويقول خلاص لن أدعو مرة أخرى إلى سبيل الله لا مع تنوع الأذى على النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك ظل صلى الله عليه وسلم سائرا في طريق الدعوة صامدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واقفا على الحق صلوات الله وسلامه عليه لا تزعزعه هذه الأمور أبدا صلوات الله وسلامه عليه فلما أنقر هذا الذي أنقر أمس وقال لا يا حديث كلها ضعيفة ولا يصح أولا الحديث في الصحيحين كيف ينكر حديثا في الصحيحين ثانيا هل ينكره سندا أم متنا أما السند فهو من أنظف الأسانيد وقلت الحديث رواه صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وهو الإمام البخاري رحمة الله عليه ورواه غيره من أئمة السنة طيب إي كمان هذا الحديث لم يرده إلا أهل البدع إي كمان هل اعتراضه على الحديث يعني هو يعترض على المتن على النص نفسه لأنه يرى أنه لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصحر طبعا هذا الكلام خطأ لماذا لأن السحر مرض مرض والأمراض جائزة على الأنبياء بل في وقوع المرض على الرسل والأنبياء من الحكم والمصالح والغايات الكثير والكثير وذكرنا بعضها الآن إذن الحديث لا ينقر لا سندا ولا متنا ولكن هذا شأن من تكلم بغير علم بأي أصول تكلم هذا الرجل وأي قواعد رجع إليها هذا الرجل رجع إلى أي قواعد سبحان رب العالمين هو لما يعني تكلم بعد قليل طبعا هو يتكلم مع إعلامية أو مذيعة سم كما تشاء أو معتمة قل ما تشاء متبرجة أظهرت شعرها ووضعت المكياج ووضعت ومع ذلك يجلسون معها ولا ينكرون عليها ولا يكون لا غطاء الرأس واجب ولا يجوز لمرأة أن تتبرج وأن تخرج على الناس لتفتنهم كل هذا صار من الأمور التي ماتت لا يتكلم أحد الآن في ذلك ولكن على العموم هو جلس معها وتكلم وإذا به يقول لها دا الله سبحانه وتعالى يقول لإبليس يوم القيامة يا إبليس أسجد لآدم وأخرجك من النار فيقول إبليس لا لن أسجد لآدم أنا أقول كلمة الآن لم يطعن أحد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعاقبه الله سبحانه وتعالى بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنه قلد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إبليس يقول الله له يوم القيامة يا إبليس أسجد لآدم وأخرجك من النار فيقول إبليس لا نحن بأن نطالبه ونقول في أي كتاب من كتب السنة دون ككتب السنة المسندة فاستخرج لنا هذا الحديث المكذوب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انظر إليه وإلى عقاب الله سبحانه وتعالى الذي وقع عليه في وقته ينكر حديثا صحيحا في أعلى درجات الصحة فيعاقبه الله سبحانه وتعالى بأن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسب إليه ما لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونمهله سنة كاملة بل سنتين بل عشر سنين أن يأتي بهذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول لإبليس يا إبليس أسجد لآدم وأخرجك من النار فيقول إبليس لا أين هو؟ أين هو هذا الحديث؟ فين؟ كذب على رسول الله ينكر حديثا في صحيح البخاري هؤلاء الذين ينكرون الأحاديث التي في صحيح البخاري ومسلم تجدهم يصححون أحاديث رواها قسير وعمير وسالس ما فيه خير نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والصون والعفو والعافية إنه ولي ذلك مولاه أنت تتكلم عن الدجل تتكلم عن الشعوذة أمر حسن أما أن تخلط الأوراق ما دي مصيبة أخوانا للإنسان أحيانا ويناقش قضية ما ينكر في طياتها الحق لا لا الخطأ لا يعالج بالخطأ يعني من ضمن الكلام الذي يقيل قال لا والجن لا يدخل جسد الإنسان هذا كلام المعتزلة أهل السنة جميعا على أن الجن يدخل جسد الإنسان وأن النبي صلى الله عليه وسلم عالج وقال أخرج عدو الله أنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نعم هناك مبالغات وهناك تجاوزات وهناك أناس يستغلون لكن لا ننكر أبدا مرضا من الأمراض وله علاجه في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما أن ننكر حقا فهذا هو الذي لا يجوز أبدا أمر عجيب أمر عجيب اللي هو نكون بنتكلم في قضية ما ونبين بطلانها ثم يقال هذا وأمر آخر هذا الرجل ما جاء في لقاء إلا ويقول فيه كما يدعي السلفية وأحيانا يقول المتسلفة كما يدعي السلفية كما يدعي المتسلفة وكأن السلفية يظهرون له بليل أشباح يراهم كل ليلة أمامه فلا يطيق أبدا إلا أن يذكرهم دائما بشر لا يعني هذا الكلام كلام منبأ من السلفية وليس كلام الأئمة ارجع إلى الأئمة الأربعة الذين نوكرهم ونحترمهم ونعظمهم ارجع إلى كلام الإمام أبي حنيفة وارجع إلى كلام الإمام مالك وارجع إلى كلام الإمام الشافعي وارجع إلى كلام أحمد فاستخرج لنا كلاما من كلام من سميتهم متسلفة يخالف كلام هؤلاء الأئمة الأربعة السلفية التي يهاجم هذا الرجل المبتدع الضال المبتدع الضال الذي يساري ويجاري المبتدعة ويتكلم بكلام مبتدعة وبدعه العلماء قبل أن نخلق نحن هذا الرجل يتكلم بكلام يخالف فيه الأئمة الأربعة يخالف فيه الأئمة الأربعة فليأتي بكلام لمن سماهم متسلفة يخالف كلام الأئمة الكبار أو كيف تكلموا؟ هل يتكلمون من كتاب كليلة ودمنة أم من كلام ألف ليلة وليلة؟ لا يتكلمون إلا بقال الله قال رسوله لكن هذه الكلمة أتعبتهم هذه الكلمة أوجعتهم رجل سياسي آخر يخرج ويتكلم عن السلفية أيضا ويتكلم عن الفصائل الإسلامية عموما يعني لكن يخص السلفية بالذكر يتكلم ويقول أصل هؤلاء لم يجدوا من يقف لهم طب كيف سيقفون لهم؟ يقول لك لو ألك آية أو حديث أقول له لا الآن دا مش معناها أو كذا بدلا يقول لك رد علي بآية أو حديث هو يعلم أن أهل العلم ممن يحاول أن يناطحهم هو يتكلمون دائما بالكتاب والسنة هذه هي بضاعتهم وهذا هو كلامهم لا يتكلمون إلا بقال الله قال رسوله بل يدعون جميع الناس إلى الكلام بالكتاب والسنة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابتهم أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان فيقول لها لما يقول لك آية أو حديث قل له دا مش معناها يعني إيه دا مش معناها؟ باليد والذراع مثلا فالإعلام أو التعتيم اللي أجلس أمامه قل له لا ما هم المشكلة اللي هم مش بيقولوا الآية والحديث وبس دا بيقولوا الآية والحديث ويقول لك هو وقال المفسر ابن كسير كذا وقال الكرطبي كذا وقال الطبري كذا يعني دا مش فهم دا فهم الأئمة بيقولوا كده برضو أما بيذكروا حديث مثلا في صحي البخاري بيرجع لشراح البخاري كابن حجر وكالعيني وكابن بطال وكابن المنير وغير هؤلاء ممن شرحوا البخاري وكذلك مسلم النووي والمازيري والكرطبي طبعا غير الكرطبي المفسر شيخه بقى شيخ الكرطبي المفسر وغير هؤلاء ممن شرحوا يعني والقضي عياض ممن شرحوا مسلما طيب يعني ما بيحتجوش بفهمهم هم عشان تقول له دا فهمك ماذا نصنع مهم يقول له ايه يقول له والله دا دي كان التفسيرات تنفع أيام اللي فسروها ديت إنما تنفعش في زمنا كيف يعني يعني احنا نجيب مثلا قول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا أحد هنلاقي مثلا مفسرين كلهم مفسرينها بتفسير ما احنا نفسرها بتفسير آخر في هذا الزمان يعني أم ماذا وكل آيات القرآن كذلك يعني كل هو الله أحد لكن احنا في زمن للآن بندعو فيه إلى الأخوة ومش عارف الايه والكلام دا كله فنقول له يا أخي ما فيش حاجة اسمها كده ما فيش مشاكل خالص ما هو نفس الرجل هذا الرجل المعمم الذي أتكلم عنه وفيديوهاته موجودة على الشبكة عن كبوتية موجودة على اليوتيوب وغيره ويخرج على القناة الفضائية يقول بأن النصارى واليهود هي زي المذاهب الإسلامية زي المذاهب الأربعة عادي وهؤلاء في الجنة ما فيش مشاكل خالص ويدخلون الجنة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولا يؤمن بي إلا أدخله الله النار والمشكلة مش نرى غير المسلمين كفاراً ونراهم في نار جهنم نحن لا نتكلم الآن عن التعامل التعامل أمرنا الإسلام أن نتعامل مع جميع الناس بالحسن وأن لا نظلم أحداً إن الله سبحانه وتلحرم الظلم على كل أحد لا يجوز لمسلم أن يظلم كافراً لا يجوز لمسلم أن يظلم كافراً لا يجوز لمسلم أن يعتدي على حرماته ولا أن ينتهك حرماته ولا أن يعتدي على أموره وأمواله ودمائه وعرضه لا يجوز هذا كله لا يجوز بل يجب العدل بل أنت يعني دعاك الإسلام إلى الإحسان هذا أمر أظنه من الشهرة بمكان لكن الذي يحاول الآن أن يخلط الأوراق نحن حين نتكلم عن التعامل مع غير المسلمين بالحسن وبالعدل ولا يجوز أبداً لمسلم أن يؤذي غير مسلم لأن الظلم حرمه الله سبحانه وتعالى نتكلم عن هذا وفي نفس الوقت لكم دينكم ولي دين أنا أعتقد أن الدين الذي أنا عليه هو دين الله سبحانه وتعالى لا دين لله سواه ولا يجوز لإنسان أن يخالفه وأنت تعتقد هذا أنا أعتقد اعتقاداً جازماً أن من لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً من أهل النار خالداً مخلداً فيها أبداً لا يخرج منها هذا اعتقاد فرق بين التعامل وبين الاعتقاد هذا أمر لا شك فيه ولا ريب يعتريه ليس هذا كلامي هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الله سبحانه وتعالى اسمع معي إلى قول الحق سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله سالس ثلاثة الآب والابن والروح القدس لقد كفر الذين قالوا إن الله سالس سلاسة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم إذن الكلام ليس كلامنا ليس من عندنا بل هو كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني وما حكم من يكذب قرآنك يعني قرآننا مثلا قال الله سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم هذا الكلام عن سيدنا المسيح عبد الله ورسوله على نبينا وعليه الصلاة والسلام عند آخرين لا قتل وصلب طب القرآن كلام ربنا يقول أنه ما قتل ولا صلب يقول لك هذا كذب نحن لا نعتقد هذا بل نعتقد أنه قتل وصلب ودفن وقام من قبره بعد سلاسة أيام طيب إذا كان لإعتقاد اعتقاد الآخر يكذب قرآنك فهنقول إبا نقول الجماعة المتشددين دول بيكفروا يعني ناس عشان بيكذبوا ربنا ده متشددين قوي إيه التشدد دوت يعني عشان هو بيكذب ربنا وبيكذب القرآن وشافي للنبي بتاعك رجل كذاب تؤمن تتكفره يا أخي ذا أنت متشدد ومتعصب لا لا يعني إحنا مش عايزين نفاق ومش عايزين تهريج إحنا عايزين نضع الأمور في مواضعها فرق بين اللي إحنا نعتقد أن من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يكن مسلما فهو كافر ما فيش جير حاجتين إسلام وكفر عندنا والآخر نفس الكلام يقول ليس إلا كذا إيمان اللي هو إيمانه والكفر لا شيء في ذلك نتعامل إزاي نتعامل بالحسنى نتعامل بالعدل كذا ما يبقىش في نفاق حتى لا يتفاجأ الناس يخرج من يخرج يقول لا وهذا تشدد وهذا تعصب ثم إذا ما قرأ القرآن المسلم يقول ماذا يقول هؤلاء أيخدعوننا أضحكون علينا هذا القرآن صدق أم هذا الذي يقوله هذا الرجل الذي خرج معمما هو الصدق أصدق القرآن أم أصدق هذا الرجل فيجد عجبا فإحنا مش عزين هذا التناقض لا تجعل الناس يفقدون الثقة فيكم كل الحق ولو على رقبتك كل الحق ولو على رقبتك طيب أيها الأحبة الكرام إذن مسألة الخلط لأن الحلقة دي أنا أرد فيها على الجهال مسألة السحر النبع عليه السحر والحديث في الصحيحين أقول لك ما سحر بماذا باليد والزراع وأرد فيها أيضا على من يريد أن يخلط الحابل بالنابل إذا تكلمت عن معاملة غير المسلمين فأنا أتحدى أحدا يأتي بنص فيه فيه وقوع الأذى على غير المسلمين ظلما وعدوانا لا والله بل إننا لو فتحنا كتب التاريخ والتاريخ أستاذ معلم إذا فتحنا كتب التاريخ سنجد أن أكثر الناس إنما دخلوا الإسلام بسبب أخلاق الإسلام والأخلاق التي دعا إليها الإسلام وأنا أعجب في الحقيقة ممن يعني يترك الأمر لاعتقادي أقول لك لا تكفرهم ولا كذا وانظر إلى معاملته بعد ذلك معهم يستبيح منهم ما يستبيح لا يا أخي اعتقد الحق ولا تستبيح منهم شيء بل اتق الله سبحانه وتعالى فيهم كما أمرك ربك سبحانه وتعالى ونبيك صلوات الله وسلامه عليه أيها الحبيب الكريم يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن لا إله إلا أنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصول بالرغم ممن يجحد الله ربي واحد وأنا بذلك أشهد ذا مبدئي وأصول